اعتبر رئيس البراجوياني الجديد سانتياغو بينا أن المغرب يشكل بالنسبة للبراجوايا وعموم بلدان أمريكا الجنوبية البوابة المثلى للولوج نحو إفريقيا والعالم العربية وأشار سانتياغو بينا إلى أنه يتقاسم وباقي دول المنطقة الرؤية الذاتها والمتمثل في كون المغرب بوابة مفتوحة نحو إفريقيا والعالم العربي مسلطا الضوء على دور الهام للمغرب في تنمية الجنوب بشكل عام ومن ثمة فإن تعزيز التعاون مع المملكة من شأنه أن يدفع بالعلاقات جنوب جنوب نحو مزيد من الازدهار والتقدم جاء ذلك خلال الاستقبال الذي خص به رئيس البراجوي رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي الذي مثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس البراجوياني الجديد بالعاصمة أسونسيون بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ووفود تمثل أزيد من تسعين بلدان